حلقتنا عن قرار الإنجاب نفسه بما أنه هو قرار متعلق جداً بفكرة التربية وأن أنا أخذ القرار ده لازم أكون مستعد فإيه رأي قدسك؟ إمتى أخذ قرار الإنجاب بعد الجواز؟ بحس أن إحنا عشان ناخد القرار بحكمة طبعاً فيه اختلافات فردية يعني ده قرار شخصي محتاج كل زوجين يكونوا بياخدوه سوا بس عشان نقدر نفكر بشكل كويس بحس أن إحنا يبعد كام شهر في جوازنا من 6 شهور لسنة اللي هي أول سنة جواز لأن غالباً الوقت ده بيكون إحنا بنتعرف على بعض بشكل حقيقي أعمق بقى أو قد بيبقى فيه اختلافات كتير طريقة ترتيب بالبيت زيارتنا لأسرتنا الكبيرة الترتيب المادي التفاهم ما بيننا فبحس أن إحنا لما بحس النقط دي كلها ترتبت بشكل كويس يبقى إحنا غالباً نقدر نخش بقى في المسئولية أن يكون فيه طفل بنعمة ربنا طيب خلاص قررنا يعني كده قد سكت وقصد إنه هي حاجة شخصية لكل زوجين ولكن المهم إن إحنا نكون عايشنا فترة مع بعض صح كده؟ طيب خلاص قررنا وفترة الحمل إيه الاستعدادية بقى اللي إحنا بناخدها؟ الاستعدادات الطبية طبعاً ماما بتبقى أخذ بالها وفيه يعني جميع من المميز بيأخذوا بالهم في الجزء اللي في علاقها بالترتيب مش بناخد بالنا من حاجة غيرها بصراحة يعني صحيته عامل إيه؟ اللي إحنا عملنا صنار زي الفول بنته ولا ولد يعني الحاجات بقى دي فيه إيه تاني؟ هل في حاجة تانية مهمة؟ من الحاجات الجميلة اللي لفتت نظري الوقت اللي فات كان فيه كتاب كده نازل عن صلوات خلال التسعة شهور بتوى الحمل الصلوات اللي تفلك أثناء الحمل أستخدمته كمير جدا كتاب جميل قوي وإزاي إن ماما تبقى بترفع قلبها وبتصالي إن دلوقتي ربنا بيبارك الاسكالتون نفسه بتاع الجسم أو دلوقتي إحنا الأعصاب دلوقتي شغالين على الرئة أو على الرجلين وببارك من أجل بنصالي إن ربنا يبارك شخصيته هويته وصورته الذاتية الفكرة الصلاة خلال التسعة شهور مع كل حدث بيحصل دي حاجة جميلة قوي ومهمة قوي نماما كمان تكون متعملة طيب يعني الصلاة هل فيه حاجات تانية ممكن أعملها وقت الحمل؟ يعني شوية فيه تعبير سمعته وعجبني بصراحة أنه أذكر مش عارفة عجبني التعبير ده إنه مهمة ذكر فأستغل الفترة دي إن أعرف أنا دخل على إيه فإيه رأي أدسك؟ هل في أهمية أن أنا أستعد عقليا ونفسيا للفترة اللي جاية ولا زي ما تيجي تيجي يعني إيه رأي أدسك؟ هو أنا بحس أن من أهم الموضعات في حياتنا اللي محتاجة نذكر لها هي التربية وإن ربنا يدينا طفل يعني الواحد ممكن يعمل دراسات متخصصة كتير أو دراسات عليا لكن بنيجي عند التربية بنفتكر إن هي تلقائية لكن في الحقيقة مش تلقائية في الحقيقة لا من أكتر الموضعات اللي محتاجين نذكر لها ونشوف إيه اللي الطفل محتاجه ومننا في كل سنة عمرية ده محتاجة تذكر قوي طيب نساعد الناس إنها تذكر أكتر النهار ده ونتكلم بقى عن بداية أول سنة ونص في حياة الطفل إيه الحاجات الأساسية وإيه الطريقة اللي أنا ممكن أتعامل معها أو أتعامل مع الطفل في السن ده وإزاي الطفل في السنة ده مختلف عن أي عمرتين؟ أول سنة ونص هو أول وقت بتكون فيه ماما مرهقة شوية وبقى فيه باركة وفيه طفل موجود يصبقهم شوية تسع شهور طوال حمل بس خليني أركز على أول سنة ونص أول سنة ونص الاحتياج الأساسي عند الطفل في الوقت ده هو الأمان الأمان أنا بحاول أتخيل كده لو أنا لطفل الجنين كنت بقى لي تسع شهور في الرحم فدرجة الحرارة كويسة الأصوات أنا مش بسمع دوشة كتير برا أنا كل اللي سامعوا نبض ماما التغذية بتاعتي مسددة بشكل كامل وبشكل تلقائي مش بجوع أصلا بالضبط مجرد ما الطفل يختبر خبرة الولادة بيسموها كده يعني عدة من الحي الزدية إلى العالم الواسع بدأ يسمع بقى أصوات وبدأ يبزي المجهود في التنفس وأنه وجع عين فيعيط أنه عنده مغس أو محتاج يغير فيبدأ يعبر عن كل حاجة حواليه من خلال أنه يعيط كأنه بينادي على حد يجي سدد الاحتياج ده نقطة مهمة قوي نوي نادي وهنا عايزة يعني أدخل في حتة بعض الأقاويل الشائعة السيبيه عيط علشان ما يتعودش على الزن أو ما تشلهوش علشان ما يتعودش على الشيل أو السيبيه عيط علشان ريئاته تشد أكتر أو ما تلبيش رغباته بسرعة إيه رأي قلتك في هذه الأقاويل الكتيرة اللي عيشنا فيها مدة زمنية طويلة يعني وأنا بسمع الأقاويل دي قلبي يوجعني وهي موجودة للأسف وهي موجودة منتشرة ومتصدقة يعني هي متصدقة على مختلف الأفكار والطبقات يعني بكون مصدقة لأنه أنا ده كلام ماما وده الصح أو كلام تيتها وهو ده الصح فعلميا بقى إزاي الحاجات دي بتؤثر على الطفل خصوصا إنها فترة الأمان على المستوى العلمي كل الدراسات اللي اتعملت على الأطفال اللي اتشالت وتم تزديد الاحتياجها بشكل كامل تلقى شخصيات فعالة في المجتمع وشخصيات نجحة ومستقر فأنا بأكد بشكل كامل بلاش ناخد تعلمنا من اللي الناس اتعودت عليه تعالوا نقرأ عن الصحة عشان النهاردة ماما لما بتشيله الطفل وبتهديه وبتسدد احتياجه وبتاخد بالها منه بترسخ الشعور الأساسي بالأمان جواه والعكس لما طفل يكون بيعيط عشان ماما عايز ماما تشيله أو تاخد بالها منه أو يعني تعديله حتى في القعدة بتاعته هو لما ده مش بيحصل الطفل بيستقبلها كده بأن غالبا أنا المجبر لو احتاجت مساعدة من حد مش هلاقي بيحس بأنه بيفقد الأمان بقى في الحتة دي وفدي مهمة جدا أنه ألبيله احتاجته طيب إيه الأمان أو إيه الدمون يابون أنه مش هيتعود على كده يعني كتير قوي بيقولك أنا كده بدلعه فهل في يعني فكر دلع في أول سنة ونص ده ولا إيه رأي قدسك في النقطة دي هل دي تعتبر دلع ولا أنا لأ محتاج دايما أنا روح ألبيله كل طلباته بحس إن ده احتياجه الأساسي مقدرش أقول عن احتياجه الأساسي ده دلع لأن إمتى أقول إن ده دلع لو إحنا بقى قاعدين الثلاث سنين أو بدأ قاعدين اللي هو سنة ونص سنتين إنه هو عمر الماشي وهو طالب النيتشال على طول آه خلاص هو قادر بقى قادر إن هو يتحرك فأنا بحاول إن أنا أساعده واروح واجي معي